حلة الجديدة للمدينة العتيقة للرباط صارت مصدر جذب لكثير من المواطنين المغاربة والأجانب هم زبناء محتملون للتجار هنا كما هو حال رشيد صاحب محل المنتجات التقليدية السوق دينا كان واحد شيء مهمل يعني كان مهمل زمان ما حتى واحد ما كان كيدا فيه كان ذكش شوائي وهيضا ولكن من اللي جاءت هذه المقدة هذه يعني أعطاته واحد نظر أخرى وخلت الناس يعطيوا واحد الالتفاة منسبة للسوق القديم الناس هنا فرحوا وعجبوا بهذا شيء بزاف تجيونه فرحانين تقول زمان بلدنا تبدلاز وهذه وهذه الطابع التقليدي للمدينة العتيقة والذي سعت إعادة تهيئة للحفاظ عليها جعل المكان قبلة لسائحين ورقنا ثابتا في جولاتهم بعاصمة المملكة كما هو حال هذه الأسرة من سلوفاكيا أنا حقا متحمس بالقدوم إلى هذا السوق لقد تمت إعادة تهيئته بشكل جيد أجد محلات جميلة في كل مكان وأناس طيبون يساعدوننا في التسوق إنها تجربة جميلة أحب القدوم هنا مشروع تهيئة المدينة العتيقة للرباط الذي قطع مراحل مهمة أخذ في اعتباره مجموعة من الجوانب الثقافية والعمرانية بحسب محمد فكري بن عبد الله المهندس المعماري ورئيس جمعية ذاكرة الرباط سلا ما بقناش في واحد العهد اللي كانت تدخل في المدينة العتيقة كي يهتم فقط بالإنارة أو ترصيف إلى آخره أو كيمشي مثلا غير القرويين أو المدرسة المصباحية بعد بنات اللي هي هامة تاريخيا ومعروفة على السعيد العالمي بل تدخل مندمج شاسع وتياخذ باهتمام يعني جميع الإشكاليات التقنية والاجتماعية والتاريخية والجمالية ويدخل برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط ضمن أوراش البرنامج الهيكلي الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية الذي يجعلها تتموقع بقوة في خانة العواصم الأكثر إشعاعا على المستوى الإقليمي والقاري ترجمة نانسي قنقر